جاء تشيرشيل إلى فلسطين عام 1921 لكي يطمئن الفلسطينيين أنوا أنوا حقوقكم محفوظة ولن يضيركم أحد جاي من خارج كله كذب وقابل تشيرشيل في مارس 1921 وجهاء وقادة فلسطين في ذلك الوقت ومنهم والدي والدي كان أحد الذين قابلوا تشيرشيل واخبرني والدي أنه وقف مع تشيرشيل وقالوا أنتم جايين تحولون إلى دولة مستقلة ولا نريد أن تأتوا بمهاجرين يهود يطردون من ديارنا قالوا طمنوا لا أحنا لا نقصد ذلك على الإطلاق ونرجو منكم هذا ما قاله والدي نرجو منكم أن لا تثوروا علينا وأن تخلدوا إلى الهدوء سألت والدي هل طلبتم منه الأمن والسلام قال لا الأمن والسلام الأمن البلد في يدنا هو يطلب منا أن لا نقوم بثورة ضده مساء الخير وحياكم الله في بودكاست بدون ورق يمكن الأسبوع اللي فات ما نزلنا حلقة في البودكاست تضامنا مع أخواننا في فلسطين والجرائم التي ترتكب بحقهم بشكل يومي إلا أن مسؤوليتنا ما توقف في هذا المكان اليوم إحنا كمنصة علينا مسؤولية أن نكون قيمة مضافة للقضية الفلسطينية المستحقة اليوم حاولنا نحن ننظر إلى القضية من جذورها يمكن في الإعلام في الكثير من الشخصيات يعطيهم العافية قاعد يسوون عليهم وأكثر قاعد يحللون بشكل لحظي ويومي الأحداث والجرام التي تقع في حق أخواننا في فلسطين إلا أنه اليوم حاولنا نحن في بدون ورق أن نفهم جذور هذه القضية القضية كيف تشكلت؟ من هم الصهاينة؟ ما هي الحركة الصهيونية؟ ما هي أهدافها؟ ما هو دور البريطانيين آنذاك؟ ما هو دور الحرب العالمية الأولى والثانية؟ كيف تم التحالف مع أمريكا؟ قبل الـ 48 والـ 48 هي كانت سنة النكبة كيف كانت الأمور؟ هل تم استيطان وتم تهجير الفلسطينيين بشكل عشوائي؟ أم كان مخطط ومهندس بشكل مرتب جدا؟ كل هذا اليوم جاوبنا عليه من خلال ضيفنا الرائع الدكتور سلمان أبو ستة الدكتور سلمان أبو ستة متخصص في تأريخ القضية الفلسطينية وأيضا عنده الكثير من الكتب ومن أهمها أطلس فلسطين الذي يؤرخ فلسطين وخرائط فلسطين قبل الـ 48 وبعد النكبة وبعد الـ 48 جاوب على الكثير من الأسئلة ووضح الكثير من الزوايا لنفهم القضية من جذورها حتى نتعاطى معها بشكل أفضل لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة معاكم فيصل العقل وهذا بودكاست بدون ورق هيني تبارك المكان انتاز انتاز هياك الله دكتور الله يسلمك وبارك فيك كيف حالك الله يبارك فيك خطعكم السوء الله يسلمك وبارك الله يعافيك عنديك خليك معي نعم نعم أيوة بسم الله الرحمن الرحيم أنا وأنا سورف معك وأنا ياه في الطريج معك قلت لي أنت أسرتك اليوم في غزة نعم شون أخبارهم والله هي أخبار صعبة جدا أخبار صعبة جدا بيت أخوي الكبير وبيت العائلة هدد دمر بالكامل ونجوا منه بآخر لحظة والآن هم عند أقارب في مكان بعيد بعيد عن مدينة غزة ولكن جيدين عندي ابن أخ في بريطانيا وأستاذ طبيب جراح في جامعة لندن ترك الجامعة قبل أسبوع ورأى غزة والآن هو في غزة في مستشفى الشفاء اللي تحت القصر ويعمل عمليات جراحية لمئات من الجرحها الأطفال وغير الأطفال وبيحكي قصص مؤلمة جدا يعني أنه بيجي طفل أو طفلين من أسرة اختفت بالكامل والطفل ما بيعرف اسمه ولا حد جاه معاه إلا من إسعاف وبالطر يسميه طفل رقم ستة يعني هذا غاية الهماجية الإسرائيلية وصلت إلى الحدود هذه ومع ذلك فهم صامدون جدا وقبل قليل من نأتي هنا أنظروا مستشفى الكويت في رفح بالإخلاء فأعلن مدير المستشفى أنه لا هو ولا الأطباء للمستشفى ولا المرضى يغادر المستشفى على اطلاق احنا عندنا مسؤولية مرضى عندنا ولا نترك هؤلاء والشجاعة في البقاء على أرض الوطن والدفاع عن العائلة والأسرة والناس شيء خرافي ومقابل ذلك في الواقع الهماجية الصهيونية هذه الهماجية الصهيونية يعني ليست الآن كما نراها على التلفزيون فقط بل هي متأجذرة في المنطقة مثلا ناخذ قطع غزة ما هو قطع غزة؟ قطع غزة مساحته 365 كلمتر مربع يعني مثل ضاحية كبيرة 30 في 12 كيلو ولكن حشر فيه في عام 48 أهالي 247 مدينة وقرية هاجموا اليهود بقواتهم الكبيرة جدا 160 ألف جندي في 9 فرق عسكرية هاجموا فلسطين وفيما يتعلق بجنوب فلسطين اللي 50% من مساحة فلسطين هاجموا 20 و 47 قرية ومدينة وهجروهم إلى قطع غزة في معسكر اتقال كبير مساحة هذا المعسكر 1% من مساحة فلسطين أرضهم 50% من مساحة فلسطين تصور أن أهالي بلد نصف مساحة فلسطين كلها تهجر في 1% طبعا هذا التهجير لم يتم بسهولة لأنه عملوا في حوالي 45 مذبحة مذبحة قتلوا فيها الناس يأتون إلى كل قرية عام 48 أو مدينة يهاجمونهم بجيش كبير منظم من أوروبا جاي من روسيا ومن بولندا ومن يوكرانيا وغيرها ويهاجمون بقوة منظمة إلى قرية بسيطة والقرية فيها يعني 50 أو 40 أو 100 شاب متطوع مع أسلحة قديمة فيهاجمون هذه القرية ومن لم يغادر يذبحون أهل القرية ويتركون بعضهم يقولون له بلغ الآخرين إذا لم يهجروا فيكون مصرهم كذا هذا هو الواقع اللي أنا أريد أؤكد عليه الآن عدد سكان قطاع غزة في الوقت الحالي 2.3 مليون فلسطيني كما قلت أهالي 247 قرية هؤلاء يرون أراضيهم ومبلادهم رأي العين اليهود الصهاينة عاملين سور محصن بالأسلاك الشائكة والقنابل والألغام وغير ذلك حتى يبقوا في هذا المعسكر الاعتقال الكبير يعني وهو طبعا هذا يعتبر جريمة حرب وهؤلاء الشباب في غزة هم الجين الثاني أو الثالث من الأهالي اللي طردوا أبائهم جدهم من بلادهم يرون أرضهم رأي العين وهي حتى الآن تقريبا خالية من السكان عدد كثافة السكان في غزة سبعة آلاف شخص على الكيلومتر مربع واحد يعني سبعة آلاف على الكيلومتر المربع أما المستوطنين الصهاينة اللي أخذ أرض هؤلاء الناش هم خمسة أو ستة أشخاص على الكيلومتر مربع بمعنى أن أرضهم خالية أرض اللاجئين خالية وفيها حتى الآن ماتين واثناشر مستعمرة صهيونية وعدد سكانها خمسين ألف صهيوني فقط يعني أقل من جزء من مخيم لاجئين في غزة فهؤلاء الشباب يدافعون عن حقهم في وطنهم ويطالبون بحقهم في العودة يتكلم عن حق العودة بعد قليل نعم نحن كابل لا ندش في الحق العودة ونبناقض خطوة بعد إلى الخلف نعم كيف بدأت ما هو ولذلك هم هؤلاء الشباب عندما كسروا الحاجز وأذهلوا القوة العسكرية الصهيونية منهم دخلوا عليهم ودخلوا على قواتهم العسكرية وقتلوا قادة منهم ووصلوا إلى مسافة ألف وأربعمائة وخمسين كلمتر مربع يعني أربعة أضعاف المنطقة غزة كيف هذا الكلام كيف وصلنا إلى هذا الحال نعطي نبذة تاريخية وليس التاريخية لأن تاريخنا لا يزال تاريخ حاضر يعني ليس كتب القديمة ولا لا في الحرب العالمية الأولى كان العالم العربي كله جزء من الدولة العثمانية والدولة العثمانية كانت تحكم هذه البلاد وبلاد إسلامية أخرى غير عربية منذ عام 1517 قبلها طبعا كانت هناك الدولة العباسية والدولة الأموية ودولة الخلفاء الراشدين ثم بزوغ الإسلام فكنا دائما في إطار ودولة إسلامية الحرب العالمية الأولى العالم الغربي اللي هو الأوروبي اللي هو اليوم يحاربنا هجم على هذه الدولة و يعني احتل البلاد التي كانت تحكمهم وقال للعرب أنتو الآن حررناكم من الدولة العثمانية الآن ستكونوا مستقلين وكيف تكون مستقلين راح نوزعكم إلى قطع وأماكن ومناطق جزء منها يأخذوا الإنجليز وجزء منها يأخذوا الفرنسيين سايسبيكو وهي تعبر اتفاقية سايسبيكو لكن اتفاقية سايسبيكو طبعا نحن نعرف الآن أنها خدعة كبيرة ولكن كانت خدعة في ذلك الوقت هم يعرفون أنها خدعة لأنه بينما جلس مارك سايكس وجورد بيكو على طاولة يوزعون العالم العربي ككيكة بينهم كانوا يرموا منشورات على العرب في بلاد الشام والحجاز ويقول لهم عندما نطرد الأتراك ستكون دول مستقلة ولكن في نفس هذا الوقت هم يقسمون هذه البلاد بينهم البعض فالإنجليز أخذوا فلسطين وشرق الأردن والفرنسيين أخذوا لبنان وسوريا ووعدوا العرب أنهم يكونوا دولة مستقلة ولكن في نفس هذا الوقت وأيضا خداع استعمار بريطاني أوروبي لا يزال إلى يومنا هذا في هذه الفترة قام وزير خارجية بريطانيا بالفور بيعطاء وعد اليهود الصهاينة الأوروبيين الذين لم يدخلوا فلسطين ولا يعرفونها قال لهم عندما نأخذ فلسطين سننشئ لكم وطن يهودي في فلسطين وهذا اللي سموه وعد بيرفور ممكن نقف عند فكرة الصهاينة من هم الصهاينة ما هي الحركة الصهينية ما هي هدافها دكتور نعم الحركة الصهاينية هي حركة نشأت في أوروبا نتيجة للخلاف بين يهود أوروبا ودول أوروبا كيف هذا في مطلع القرن التاسع عشر عند نابوليون كانت يعني وجود نابوليون كان فيه ما يسمى بالإمانسيبيشن اللي هو تحرر أن الدول هذه كلها تصبح دول وطنية الألماني والإيطالي والفرنسي وغير ذلك يقول أنا فرنسي وبلدي فرنسا عندما بدأت هذه الحركة اليهود في أوروبا رفضوا أن يكونوا قالوا إحنا لسنا إيطاليين في إيطاليا ولسنا ألمان في ألمانيا نحن يهود مختلفين عنهم ولذلك صار بينهم بين دولهم الأوروبية اليهود الأوروبيين في دولهم الأوروبية صار بينهم يعني pref الكل التفق عليه الدول الأوروبية تريد أن تتخلص من اليهود واليهود يريدون أن نتخلص من هذه البلاد وبالمرستون اللي هو بريطاني في مطلع القرن التاسع عشر قال طيب نتخلص من اليهود نرسلهم إلى بلد آخر بلد آخر وأنا نتخلص منهم وهم بدهم دولة ونحن نريدهم في بلدنا وهم لا يريدون ذلك وين هذه البلد؟ قالوا الأرجنتين وقالوا أيضا في تنجنيقة في شرق أفريقيا وقالوا أيضا في منطقة في روسيا لا تزال محجوزة لهم إلى يومنا هذا فلما احتل الإنجليز فلسطين كانت هذه فرصة مناسبة أنهم يتفقوا الإنجليز مع الصهيوني البريطانية أن يكونوا اليهود وطن قومي في فلسطين قالوا لهم يقول نوافق على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم يهود يسكنون في فلسطين لم يذكر ولا يقصد بها دولة في فلسطين وليس التحويل الفلسطيني إلى دولة يهودية لم يكن هذا هو المعلن وإن كان عند اليهود كان هو المقصود والغريب في ذلك أن الذي أصدر هذا الوعد اللي هو لورد بالفور وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت كان هذا الشخص هو أكبر معادل لليهود في عام 1905 لجأ كثير من يهود روسيا إلى غرب أوروبا وبريطانيا بذلك الوقت لورد بالفور نفسه أصدر قانون الأجانب في عام 1905 يقول ممنوع على أي يهودي أن يدخل بريطانيا تصور فعام 1917 حانت الفرصة له أن يحول هذه القضية إلى قضية مناسبة لبريطانيا قال إذن نحن لا نريد اليهود عندنا فلنرسلهم إلى فلسطين وليكونوا قاعدة استعمارية لنا ضد العالم العربي أولا يدافعونا عن قناة السويس ثانيا يكونوا قاعدة عسكرية للغرب في قلب العالم العربي وهذا ما حدث الآن من سنة 1917 إلى يومنا هذا والدليل على ذلك أنك انطلعت على خريطة العالم العربي تجد أن فلسطين في قلب العالم العربي لا يمكنك أن تذهب من القاهرة التي كانت عاصمة كبيرة إلى دمشق العاصمة القديمة أيضا إلا إذا مرت بفلسطين فإذا قطعت أوصال هذه الصلة من أنك تستولي على فلسطين تحولها إلى مستعمرة استعمارية فإنك قطعت الشرق والغرب وبالتالي سيطرت على كل هذه الأماكن ثانيا أن فلسطين على على البحر الأبيض المتوسط وهي أيضا على البحر الأحمر وهي تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا في نقطة واحدة فكان الاختيار مقصودا فيه فعندما صدر وعد بلفور واحتلت بريطانيا فلسطين في عام 1917 بدأوا السلطات البريطانية في استجلاب يهود من أوروبا لم يكن في فلسطين آنذاك إلا حوالي 13 ألف يهودي عربي مثلهم موجودين في سوريا وفي المغرب وغيرها لم يكن يهود أوروبيين في هذه الفترة وكان فيه ادعاء دكتور نعم كان فيه ادعاء بهذاك الوقت أنه يقولون بأن فلسطين أرض بلا شعب أو جزء كبير منها كان بلا شعب فبالتالي هي فرصة أن نعم هذه طبعا هي الخدعة التي اخترعوها في أوروبا في القرن التاسع عشر أنه نريد أن نخرج من دياركم إلى بلد ما فيها شعب وهذه الخدعة أنه هذه نحن أرض أن نحن شعب بلا أرض إلى أرض بلا شعب هذه الخدعة طوال مقصودة والواقع أنه لا يمكن لأي سياسي أوروبي بضرة من الفهم أن يقبل بذلك والسبب بسيط أنه فلسطين في ذلك الوقت كان فيها ألف ومتين مدينة وقرية وأنه في القرن التاسع عشر جاء إلى فلسطين عشرات الرحالة والقساوسة وأيضا السياح وحتى الزباط وزباط المخابرات وكذا وعملوا خرائط لفلسطين في القرن التاسع عشر ومنها البعثة البريطانية التي جاءت إلى فلسطين عام 1871 إلى 1877 عملت مجلد كبير من 12 فوليوم و26 خريطة بيّنت فيه 13 ألف اسم مكان وقرية ومدينة في فلسطين وبالتالي لا يمكن لأي شخص أوروبي عاقل يقول أنه فلسطين أرد من الشعب ولكن تضح لنا الآن بعد مئة عام أنه قصدهم أنها لم يكن القصد أنه فلسطين أرد من الشعب القصد أن يأخذوها ويطرد منها الشعب وتصبح بذلك أرد بلا شعب إذن الخرافة أن فلسطين أرد بلا شعب هي خطة لتحويل فلسطين إلى أرد بلا شعب فلما جاء الإنجليز 1920 جاء الإنجليز 1920 بدأ الحكم الانتداب البريطاني ما هو الحكم الانتداب البريطاني هو اتفقت الدول الحلفاء ما يسمونه بدول الحلفاء أنه عند تحرير البلاد العربية من الأتراك كل دولة تصبح دولة مستقلة دولة مستقلة ولها برلمان ولها كذا إلى أخير وكانت هذه تسمى دول الانتداب رقم ألف رقم ألف معناها دولة جاهزة لاستقلال ولكن دول الحلفاء تساعدها على أن تكون أجزة الدولة تكون أجزة الدولة وكان فلسطين والعراق في نفس الدرجة كلاهما انتداب طايب A فئة ألف يعني جاهزين للاستقلال فالانجليز حولوا العراق إلى دولة مستقلة وعملوا فيها دولة مستقلة ولكنهم خدعوا العرب والفلسطينيين بأنهم بدأوا بإدخال مهاجرين يهود من روسيا ومن بلندا بالتدريج فعندما وصل هؤلاء إلى فلسطين كان كما قلت عددهم تقريبا معدوم كان هناك حوالي خمستاشر ألف يهودي عربي مقيمين منذ قديم الزمان في فلسطين لكن لم يكن هناك يهود أوروبيين بدأ الإنجليز بتحويل فلسطين إلى دولة إسرائيل ولو بطريقة مختفية عينوا أول مندوب سامي بريطاني القصد منه هذا المندوب السامي أن يحول فلسطين إلى دولة مستقلة هيربيرت سامول هيربيرت سامول هيربيرت سامول هذا صهيوني عريق صهيوني بريطاني لكنه صهيوني عريق قبلها بخمس سنوات عام 1915 أصدر ورقة اسمها استعمار فلسطين وقدمها للصهايرة كيف نحول فلسطين إلى مستعمرة صهيونية عندما نملكها فهو لم يكن يعني مفروض أن يكون بريطانيا غرضه تحويل فلسطين إلى دولة مستقلة لا هو جاي تحويل فلسطين إلى دولة صهيونية وعندما وصل بقي في الحكم من 1920 إلى 1925 في هذه الفترة أصدر مائة قانون أو أكثر وهذه القوانين هي إنشاء كيان مستقل لليهود الذين لم يصلوا إلى فلسطين في ذلك الوقت النظام لهم في البنوك نظام مستقل لهم في التعليم نظام لهم مستقل في الطاقة في الإنشاءات في المستشفيات في الطب في غير ذلك وأهم من ذلك أنشأ لليهود نظام برلماني مستقل عن أهل البلد وأيضا أخطر من ذلك أيضا أنشأ جهاز هو نواة الهاجناة اللي هو جوش إسرائيل فهو وجوده كان طبعا بموافقة بريطانيا كان لتحويل فلسطين إلى دولة صهيونية أين كانت القيادة السياسية الفلسطينية بذلك الوقت طبعا في البداية الناس كانت تعتقد فعلا أنه بريطانيا دخلت كما دخلت العراق لتحويل فلسطين إلى دولة مستقلة عربية أخرى مثل مصر ومثل العراق ومثل غيرها ولكن اتضح لهم بسرعة أنهم يريدون إدخال اليهود عليها فقامت ثورات قامت ثورة سنة 1921 بعد سنة واحدة من وصول هيربر السامول ثورة يافا ثورة يافا نعم وجاءوا الإنجليز كالعادة ببعث التحقيق هيكرافت وقالت البعثة أنه سبب غضب وثورة الفلسطينيين هو إدخال مهاجرين يهود إلى ديارهم وهم بالمناسبة كانوا مختلفين تماما عن اليهود العرب كيف كانوا لأنهم يهود بولشيفيك كان يسمهم كانت لغتهم مختلفة هم أصولهم أوروبية روسية بولندية غير ذلك وكانوا شيوعيين وكانوا مختلفين تماما لا يمكن أن يكونوا مثل اليهود العرب ينسجموا في الوقت العربي فالثورة هذه بريطانيا بعدها وكان من المناسبة جاءت شيرشيل إلى فلسطين عام 1921 لكي يطمن الفلسطينيين أنه لا أنه حقوقكم محفوظة ولن يضيركم أحد جاء من خارج هذا كل كذب كل كذب وقابل شيرشيل في مارس 1921 وجهاء وقادة فلسطين في ذلك الوقت ومنهم والدي والدي كان أحد الذين قابلوا شيرشيل وأخبرني والدي أنه وقف مع شيرشيل وقال له أنتم جايين تحولون إلى دولة مستقلة ولا نريد أن تأتوا بمهاجرين يهود يطردون من ديارنا قالوا طمنوا لا أحنا لا نقصد ذلك على الإطلاق ونرجو منكم هذا ما قاله والدي نرجو منكم أن لا تثوروا علينا وأن تخلدوا إلى الهدوء سألت والدي هل طلبتم منه الأمن والسلام قال لا الأمن والسلام الأمن البلد في يدنا هو يطلب منا أن لا نقوم بثورة ضده وطبعا كان هذا خداع بريطاني كبير فبدأت كمان الهجرة مستمرة عام 1929 بدأت ثورة البراق عندما دخل هؤلاء اليهود البولشفيك على المسجد الأقصى حائط البراق وأرادوا الاستلاء عليه وطرد المسلمين منه قامت ثورة كبيرة جدا وجاءت بريطانيا ببعثة دولية لم تشارك فيها بريطانيا من دول أوروبية وأن دولة مسلمة هي تركية وقرروا أن يدرسوا ادعاة اليهود بشأن حائط البراق اللي بسموه الحائط الغربي هل هو يهودي أم لا وقررت اللجنة الدولية وأوراقها موجودة لليوم أن الحائط الغربي حائط البراق من المسجد الأقصى هو ملك مسلم بالكامل منذ آلاف السنين وهو ملك كامل للمسلمين ولا يوجد فيه ملكية أي يهود على الإطلاق ولكن سمح لليهود أن يصلوا عليه في أوقات محددة بدون أن يقيموا أي منشآت ثابتة يعني يقفوا للصلاة على الحائط في الخارج المسجد الأقصى ولا يقيموا أي مكان ثابت فهذا بالمناسبة أن حائط البراق هو ملك إسلامي كامل تثبت مرة أخرى في قرار 194 اللي صدر في ديسمبر 1948 القاضي بحق اللاجئين في العودة وأيضا صدر بقرار اليونسكو على إبقاء الأمور كما هي إبقاء الشيء على حاله عام 1954 وفي جميع القرارات الدولية إذن نرجع ثاني إلى عام ننتصف الثلاثينات يعني تغيرت العلاقة بين اليهود والصهايين مع البريطانيين يعني كانت علاقتهم قبل ذلك كانت علاقة جيدة وفي تناسق وانسيابية في الأهداف بعد ذلك بدأت تتغير حتى العلاقة بين الصهايين والبريطانيين عدل؟ عبدا عبدا استمرت استمرت والدليل على ذلك يعني بريطانيا دورها إجرامي كبير ومستمر ومقصود وعندما يأتي الوقت بريطانيا يجب أن تكون مسؤولة عن كل إجرام في منتصف الثلاثينات وصل عدد اليهود لأدخلتهم بريطانيا حوالي 340 ألف في بلد صغير مثل فلسطين هؤلاء صاروا يمثلوا 30% من السكان فثار الفلسطينيين عليهم ثاروا في كل مدينة وفي كل قرية فيما يسمى ثورة 36 استمرت ثلاث سنوات 1936 ل 1939 قامت بريطانيا بمجازر كبيرة في كل القرى التي ثارت ضد الإنجليز وقاموا بمذابح فضيعة جداً كانوا يذهبون إلى كل قرية ويأخذوا شبابها ويضعون فيها قفاص ويقوم هناك في الحر يومين ثلاثة بدون أكل وبدون شرب الثوار الذين قاموا بالثورة ضد الإنجليز كانوا إذا اعتقلوهم يشنقوهم ويقتلوهم بالجملة وبدون أي قوانين وبدون يعني مفروض أن تكون دولة بريطانيا هي الحارسة للأمن في فلسطين حسب سبب وجودها القانوني ومع ذلك هم انقلبوا على الفلسطينيين وجاءوا بقوات بريطانية لم يشدها العالم الاستعمار الغربي من قبل جاءوا بفرقة حوالي خمسين ألف جندي بريطانية جاءوا بطيران البريطانية جاءوا بسفن البحرية البريطانية لكي يسيطروا على شعب مسكين يدافع عن حاله كيف يدافع عن حاله؟ كل واحد ببرودة بسيطة في كل قرية كانوا يعني يرصدون للقوافل الإنجليزية في الجبال وعطلوا يعني الوجود البريطاني فقامت بريطانيا بحملة إجرامية إبادية بالمناسبة الآن كل هذه المعلومات صارت متوفرة في أعرف واحد اسمه بروفيسور ماتيو هيوز أستاذ التاريخ العسكري في كينغز كوليج في لندن أصدر كتاب اسمه باسيفيكيشن الباليستان في آلاف الوثائق التي فتحت الآن وثائق بريطانية ووثائق يهودية صهيونية بيّنت أن بريطانيا كانت تنوي بالقضاء على الفلسطينيين بمساعدة اليهود والمشاركة معهم كانوا يلبسوا اليهود ملابس جنود بريطانيين وكانوا يدربونهم وينغت جنرال بريطاني درب فرقة صهيونية على الحرب الليلية اسمها Special Night Squad الحرب الليلية وهي نواة الهاجناة أو جيش إسرائيل وصار هذه الثورة استمرت ثلاث سنوات وإضراب كامل واستعانوا الإنجليز بملوك ورؤساء العرب وقالوا لهم اقنعوا الفلسطينيين إن بريطانيا ستلبي مطالبهم الوطنية وادعوهم إلى الهدوء والسكينة فقابلوا العرب ذلك 1939 وصار في مؤتمر في لندن المقصود منه القبول بمطالب الفلسطينيين ما هي المطالب الفلسطينية؟ كانت منع الهجرة اليهودية وعمل استقلال لفلسطين فقالوا الإنجليز إحنا سنمنع أو نحدد الهجرة اليهودية ولكنهم لم يدعوا إلى إزالة اليهود اللي وصلوا وأنه خلال فترة زمنية عشر سنوات سنعمل دولة فلسطينية مستقلة ولكن هذا كل كذب والذي غطى على هذا الكذب هو أنه بدأت الحرب العالمية الثانية فطبعا بريطانيا كانت مشغولة بالحرب العالمية الثانية ولم تقم بأي دور من ذلك الصهاينة في فلسطين في ذلك الوقت دربوا أنفسهم على جيش منتظم واستعدوا إلى الهجوم على فلسطين بالكامل بالجيش الذي أسسوه بمساعدة البريطانيين إلى أن انتهت الحرب العالمية الثانية فخلال هذه الفترة قام الصهاينة بعمل ملف كامل عن كل قرية كم عند السكانها كم قطع السلاح عندهم هل هم مدربين على السلاح أم لا إلى آخره إلى آخره حتى يكونوا مستعدين للهجوم على كل قرية وإزالتها بقت مشكلة عندهم نظريا هو وجود الإنجليز ونظريا بريطانيا مفروض تكون حامل لفلسطين فهم الآن أصبحوا مدربين وجاهزين والفلسطينيين كانوا مثخنين بالجراح بعد ثورة 36 فهي بالنسبة للسلاحينة فرصة كاملة جيدة للاستلاء على فلسطين ما هي العقبة إذن؟ بوجود الإنجليز فأصبحوا الإنجليز أصدقائهم أصبحوا أعداء وبدأوا حملة إرهابية ضد الإنجليز نسفوا منقرات الجيش البريطاني في القدس واختطفوا الجنود الإنجليز في فلسطين واختطفوا القضاء اللي كانوا يحكم عليهم برهابيين وعملوا كل ذلك والغريب في الموضوع إن بريطانيا قبلت ذلك ولم تحارب اليهود اللي أصبحوا يحاربوهم بعد أن كانوا هم أحضروهم إلى فلسطين واستمرت بريطانيا في محاربتها للفلسطينيين مثلاً أجيب لك منثلة واضحة أنا شهيت بعضها في عام 1948 في بداية السنة كان الإنجليز لا يزالوا موجودين في فلسطين وخرجوا منها في مايو 1948 وفي هذه الفترة كان يهود جمعوا قواتهم وجاءوا بجنود يهود من أوروبا متخرجين من حرب العالمية الثانية سمحوا لهم بريطانيين بالدخول لفلسطين ولم يسمحوا لمتطوعين فلسطينيين عرب أن يأتوا لنصف فلسطين فأصبح هناك جيش يهودي تحت حماية بريطانية وممنوع أن يأتي مساعدة عسكرية أو عن أي نوع إلى الفلسطينيين من البلاد العربية المجاورة فهم إذن الإنجليز متواطئين في ذلك أكثر من ذلك بدأوا اليهود يهجموا على القرى والمدن الفلسطينية أثناء وجود الإنجليز والمفروض فيهم حمايتهم في هذه الفترة احتل الإنجليز 11 مدينة كبيرة في فلسطين يافا وحيفا وصفد وطبرية وأيضا 200 قرية فلسطينية وهجروا أهلها في 45 مذبحة منها مذبح الدير يسين ومذابح كثيرة جدا وهذا كله أثناء وجود الإنجليز وبالتالي طرد اليهود نص اللاجئين الفلسطينيين في هذه الفترة أثناء وجود الإنجليز وبالعكس يتهم الإنجليز في حيفا ويافا وطبرية أنهم ساعدوا الصهاينة على إجلاء الفلسطينيين من ديارهم فكانوا هما يسمحوا لليهود المسلحين بمهاجمة أحياء الفلسطينية في المدن ولا يذهبون للمساعدة بل أنهم في بعض الأحيان جابوا لهم سيارات لكي ينقلوها ويهجروهم من ديارهم إلى مكان آخر فالإنجليز متواطئين بشكل لا مثيل له في تكوين إسرائيل طبعا إسرائيل بعد خروج الإنجليز دخل القوات العربية كانت القوات العربية تحت قيادات مختلفة ولم تكن مستعدة لهذا الدور لا عسكريا ولا حتى سياسيا وكانت تحت قيادات مختلفة وعددهم قليل جدا كانت القوات اليهودية عشرة أضعاف القوات العربية هنا أضع ملاحظة بين قوسين صارت إشاعة في ذلك هلوقت في 1948 إن الفلسطينيين باعوا أرضهم وكانت هذه الإشاعة مصدرها طرفين متناقضين الطرف الأول هو الطرف العربي الذي قبل هذه الإشاعة في بعض البلاد طبعا بسبب أن العرب انهزموا هزيمة قاصمة في فلسطين دخلوا فلسطين وكان اليهود يسيطرون على 6% 6% من فلسطين تحت تواطئ الإنجليز يعني قبل الإنجليز كان ملكيتو تقريبا صفر كمواطنين لما دخلوا الإنجليز بعد 30 سنة سيطروا بسبب وجود قوانين بريطانية معيدة لهم على 6% فقط 1920 إلى 48 نعم 6% 6% وهذا بسبب وجود الإنجليز دخلت القوات العربية إن هزمت أصبح 80% من فلسطين تحت سيطرة القوات العصابات الصهيونية فالطرف الأول الذي كان يريد يعني بيان ذلك بعض الجهات العربية تبين لماذا هزموا هذه الهزيمة الساحقة الطرف الآخر الذي كان يؤيد هذه الفكرة إنه الفلسطينيين باعوا بلادهم هو الطرف الصهيوني كان يقول للعرب ليش بتحربونا ما احنا اشترينا فلسطين وبالتالي ليس لكم مبرر إنكم تيجوا وتحربونا وطبعا الحوادث والتاريخ بعد هذا التاريخ اليوم يبين أنه هذه خدع كبيرة جدا ونحن لدينا خرائط تفصيلية بدون الإنجليز لم يملكوا 0% من فلسطين بوجود الإنجليز 6% باحتلال الصهاينة إلى فلسطين 48% أخذوا 80% منها والآن هم طبعا بقي 20% لو 1% غزة و19% هي الضفة الغربية هم الآن سيطروا عليها نيجي لبعدين أنا ودي أخذ شوي خطوة إلى الخلف فيما يخص تشكيل العلاقة الصهيونية الأمريكية في نفس الوقت الذي بدأت تتغير العلاقة البريطانية الصهيونية ومهاجمة الصهاينة البريطانية بدأت تتشكل علاقة أمريكية صهيونية كيف تشكلت ولماذا تشكلت؟ هذا سؤال جميل جدا أشكرك عليه سؤال جميل جدا في ذلك الوقت كان كل عبء تحويل فلسطين إلى دولة صهيونية كان في يد بريطانيا وأصدقاءها الأمريكان لم يكونوا جزء من هذه العملية بالعكس وزارة الخارجية الأمريكية كانت ضد إنشاء دولة صهيونية ضدها تماما ليش كانت ضدها؟ لأنه كل الذين أتوا إلى فلسطين واحتلوها هم يهود بلشفيك من روسيا فكانت أمريكا تخشى أن روسيا تكون دولة شيوعية في فلسطين وكانوا ضد ذلك تماما إلى وقت قصير جدا يعني إلى حد تقريبا نوفمبر سنة 1948 عندما صدر قرار في الأمم المتحدة قرار اقتراحي وليس ملزم أنه تقسم فلسطين بين عرب ويهود صح 55% لليهود و45% للعرب بالصبب وطبعا في الـ 55% لأننا نتكلم شوي عن ذلك لأن بعض الناس بكونوا في تقسيم 55% ليهود جاءوا إلى فلسطين في مراكب قبلها بأيام وشهور وبالتالي بعضهم كان لا يحمل الجنسية فلسطينية ولم يكن مقيما وأيضا في الـ 55% هذه كل نص السكان عرب وكان هذا الـ 55% معظمها هو الساحل الفلسطيني اللي هو تل لبيب من تل لبيب إلى حيفا الذي وصل إليه اليهود في مراكب وسفن واستوطن فيه في هذا الساحل فـ 55% اللي هو كان لا يساوي 10% من ساحة فلسطين الساحل هذا هم أضافوا إليه 45% اللي هو 75% ليعطوهم مساحة من السكان فنعود إلى أمريكا كانوا الأمريكان ضد إنشاء دولة يهودية في فلسطين وأيضا كانوا علاقتهم مع العرب جيدة كانوا قبل بعشر سنوات موقعين مع السعودية اتفاقية أرامكو للبترول وكانت علاقتهم جيدة يعني أول دولة اعترفت بأمريكا عام 1790 هي المغرب كانت أمريكا مستعمرة بريطانية فأول دولة اعترفت بأمريكا هي دولة عربية لكن إيجو الصهاينة وواحد منهم بزنسمان صديق إلى ترومن وقال له أنت عندك انتخابات الآن وأنت على وشك تسقط في الانتخابات أصوات اليهودية بتنجحك فباع فلسطين هذا ترومن مقابل أصوات يهودية واثنين مليون دولار تمام ممتاز جدا ممتاز فغير رأيه أعطى تعليمات للخارجي الأمريكية في آخر لحظة أنه غيروا موقفكم وأقبلوا بتقسيم فلسطين وإلى آخره وأنا عندي وثائق تبين ذهول الخارجية الأمريكية لما جاهم فجأة الأمر بتحويل المسار إلى الصهاينة حتى أنه قال واحد من الخارجية كنا ندعينا وفد صهيوني للحضور لإبلاغهم أننا لا نقبل وجودهم في فلسطين واضطرين نعتذر عن الاجتماع ونقول صار كذا كذا لأنهم كانوا محرجين في شاب أعتقد يهودي اسمه جوش روبنر الآن في الوقت الحالي بيعمل رسالة دكتوراه عن هذا الدور ويخبرني هو أنه كم هو مذهل كيف الانتقال المفاجئ لأمريكا من عدم اعتراف بوجود دولة يهودية أي دولة روسية شيوعية إلى العكس لكن امتدت دعم هذا إلى حتى الحكومات اللي بعد ترومن يعني بعد رئاسة ترومن طبعا امتدت هذا لماذا؟ لماذا؟ لأنه لما الصهاينة احتلوا 80% من مساعدة فلسطين الأوروبيين والأمريكان عمليين بيقولك احتلوا الأرض الآن فخلينا نتعامل مع هذا الواقع بطريقة مختلفة وعندما صدر قرار 194 في 11 دسمبر سنة 48 الذي هو عبارة عن تقرير فولك بيرنادوت اللي كان مندوب الأمم المتحدة للسلام غيروا رأيهم عن هذا القرار خففوه القرار يقول يجب عودة اللاجئين إلى داره وهذا القرار بالمناسبة تأكد في الأمم المتحدة إلى يومنا هذا 135 مرة هو قرار لا يزال ساري المفعول وهو أصلا القرار ليس منشئا لأي مبدأ قانوني هو تأكيد للمبادئ القانونية الثابتة لا يطرد شخص من داره من دياره ولا يطرد شعب من أرضه وأن الفصل العنصري والتهجير العرقي هو جريمة حرب وكل ذلك المهم فالتحالف الغربي انقلب إلى مؤيد لإسرائيل في هذه الفترة والدليل على ذلك عندما نهزم العرب في 48 فكروا في جولة ثانية لاسترجاع الأرض اللي يخذوها اليهود لأنه في هذه الأرض أهجر اليهود أهالي 560 مدينة وقرية اللي هي موجودة في 80% من مساعة فلسطين وكما قلت أنه كل القرى والمدن اللي هي موجودة حجر أهلها بواسط 90 مذبحة 90 مذبحة كانوا يروحوا للقرية ويحتلوا القرية ويقتلوا ناس منها ويقولون الباقيين هاي الطريق هنا يفتحوا الطريق على مكان مهرب ويقفلوا الثلاث جهات الأخرى ويعني كانت جريمة فوق العالم العربي ذهل ذهل من ذلك لا الحروب الصنبية ولا التتار ولا غير ذلك مثل ذلك وانقلبت الأمور ملوك سقطوا من أرشيم قتلوا في حكومات تغيرت مصر راحت من ملكية إلى جمهورية الأردن قتل فيه الملك عبد الله العراق راح الملك فيصل وإلى ذلك وسوريا صار فيه انقلابات العالم العربي كله انقلب لأن قلب العالم العربي فجأة يصبح يهودي استعماري صهيوني هذا الشيء لا يقبله العقل طعنة في الخسر نعم كأنها طعنة في خسر العربي طعنة في قلبهم فكروا العرب بما كانوا يسمونه الجولة الثانية يعيدوا ما كانوا مدركين حجم القوة الصهيونية بقولها السباة الصهيونية ما كانوا عارفين إنه 120 ألف جندي منقسمة إلى تسع فرق عسكرية وإنه عنده 31 عملية عسكرية خطة عسكرية لاحتلال مناطق مدروسة وإنه كل القادة اللي فيها متخرجين من الحرب العالمية الثانية من أوروبا ومن أمريكا جيش أوروبي منظم ما كانوا عارفين ففكروا إنهم يعملوا جولة أخرى لماذا؟ لإعادة السكان الفلطيني دارهم لتحريرهم من هذا الاحتلال ماذا عملت أوروبا؟ ماذا عملت؟ أصدرت عام 1950 البيان الثلاثي بهذه الثلاثي أمريكا وبريطانيا وفرنسا تقول للعرب إذا حاولتم إزالة الوضع الحالي وإرجاع اللاجئين إلى دارهم وتعريرهم سنقوم نشن عليكم حربا نحن نقن عليكم حربا فإذن الصهيونية هي طبعا ربيبة الاستعمال الأوروبي إلى يومنا هذا من هنا أنا أغليني أختصر الطريق وقل لك كتبت مقال عينشتر في جرائد بريطانية وأمريكية قلت الحروب الصرابية عادت عادت من الذين الآن يسعون إلى إسرائيل يعطونها الدعم حامل الطائرات تأتي من أمريكا عشان ناس لاجئين في مخيم غزة السفير سفراء ماكرون من فرنسا الإيطالي الألماني بالذات طبعا الإنجليزي الإنجليزي عنه هندي يأتون إلى إسرائيل ويؤدون لهم فروض الولاء والطاعة ويقول لهم احنا معكم يا أخي هذا إعادة للحروب الصليبية تماما كل هذا هؤلاء الذين أتوا علينا قبل ألف عام الآن جاءوا لنا بأسلحة عديثة وبكذا هم نفس الناس نفس الناس فنعود إلى إلى ألف وتعمية خمسين أنا قبل ألف وتعمية خمسين أنا أدري دكتور أنتن ولد في بئر السبع في ألف وتسعمية وسبعة وثلاثين نعم صحي وشهد يعني شهد فلسطين قبل الألف وتسعمية وثمانية واربعين نعم وبعد الألف وتسعمية وثمانية وثمانية واربعين أنا ودي أن أخذ قصتك أنت بشكل مباشر كيف كانت فلسطين قبل ولما كان عمرك تغريبا داعش سنة مع النكبة شون اللي شفت نعم كلام جيد وأشكرك عليه مرة أخرى الله يحبك أنا انولدت عام ألف وتعمية وثلاثين في قرية وبلد اسمها المعين تنسب إلى عائلتنا اسم المعين أبو ستة والدي شيخ معروف من قبائل بيري السبع تمتد نفوذة كان إلى مصر وإلى شرق الأردن وأحنا في عام ستة وثلاثين عام الثورة قمنا بثورة ضد الإنجليز وطردنا الإنجليز من قضاء بيري السبع الكامل ولمدة عام كامل من نوفمبر 38 إلى نوفمبر 1939 أنشأنا حكم وطني فلسطيني خارج عن الإنجليز لمدة عام كامل ومن بعدها أخي الأكبر اللي كان يقود الثورة لجأ إلى مصر من بريطانيا وعاد طبعا قبل 48 وأسس فريق بتطوعين معه وكان يدافع عن أرضنا أرضنا هذه لم يكن فيها يهود أو شيء نادر قضاء بيري السبع وقضاء غزة الجنوبي مساحة 13500 كيلومتر مربع لم يوجد فيها يهود طلاقا إلا شوية مستعمرات أرضها الإنجليز لا تساوي أقل من نصف المئة من مساحة فأنا كنت في مدرسة كانوا إنجليز عملوها مدرسة أبناء الشيوخ في بيري السبع ففي إبريل عام 1938 سوري 48 جاء أنا ناظر المدرسة مدير المدرسة وقال أنتو اليهود الآن بيعملوا مذابح في يافا شمالا وفي القدس دير يسين وأنا ما بقدر أحميكم روحوا عند أهليكم فروحت أنا واثنين من أقاربي كانوا في المدرسة عمرنا حوالي تسع سنين وعشرة ماشينا أربعين كيلو ماشينا الأقدام نذهب إلى أهلنا حتى وصلنا إلى المعين اللي هو يبعد حوالي أربعين كيلو عن مدينة بيري السبع اللي كنت أنا فيها بعد أن بقيت عند أهلي سبعين ثلاثة في يوم أربعة عشر خمسة سنة 1948 هجموا علينا اليهود بأربعة وعشرين مصفحة أربعة وعشرين مصفحة أذكر صحينا بالليل وجدنا أضواء 48 ضوء جاي علينا من الشرق وأحنا أطفال ونساء رحنا في وادي جامنا نتخبى والشباب اللي هم أخوان الكبار وأبناء عمي واقفوا لهم في مكان معهم بنادق يمكن عشر خمسة عشر بندقية أمثار يطخوا عليهم وضربوا عليهم ولكن طبعا إلى هذا الفجر كان الكلام إلى الصباح تغلبوا علينا طبعا وبدأوا في تدمير كل مبنينا وإحراقها والدي بنى مدرسة على حسابه عام 1920 دمروها عندنا بير مية بالموتور دمروه عندنا مطحنة مطحنة حنطة وقمح وكذا أربع صوامع فيها دمروها كل شيء وجدوا دمروا قتلوا وقتلوا كل من وجدوه ف عندما جاء الصباح كنا متخبين في الوادي طلعنا بالليل طبعا كنا نشوف الدخان طالع ونقول هذا بيت فلان هذا بيت فلان زي ما نشهد الآن في غزة بيعملون شيء يقول هذا بيت فلان وهذا بيت فلان القوة اليهودية هذه كملت طريقة إلى دير البلح لكي كان ثاني يوم 15 مايو وقت دخول الجيش المصري تقدموا هناك عشان يقطعوا طريق الجيش المصري كان هناك قوة في دير البلح في الطريق من الإخوان المسلمين المتطوعين صدوهم وقتلوهم كلهم بالكامل وهربوا هريبة كاملة فأصبح الآن ديارنا محطمة وبيوتنا محطمة ولكن اليهود خرجوا منها مبدئيا رجوا بعد شهرين فاللي حصل بعدين أنه والدي كان عنده أربع أولاد في الجامعة في القاهرة منهم اثنين من إخواني اللي تركوا الجامعة ويحاربوا اليهود في هولستين قال لهم الآن الجيش المصري دخل ويرجعوا لجماعتكم فبعدين والدي قال أخوكم الصغير هذا خذوا معكم يكمل دراسه نعم مدرسة دمرت والآخرين فروحنا أخذوني معهم أخوي ابن عمي اللي كان قائد يعني متطوع بالقطار حبسون المصريين في القنطرة أسبوع محبسين في القنطرة لكي يتأكدوا أنه أخي ابن عمي هم طلب في جامعة القاهرة وأخذونا مع مجموعة قطار المخصص للمجرمين والمعتقلين ساعة ثلاثة الصبح إلى أن وصلنا القاهرة وكل القطار مخصص للمجرمين اللي عندهم أحكام طويلة وجدنا حوالي مائة جندي شرطي مصري في المحطة ينتظرونا طلعونا من القطارات و يقولوا أوقف أوقف وأبناء أقعد أقعد يمشي خطوتين يمشي خطوتين أجل الثاني يعدوه يعني اعتبرنا كمجرمين إلى أن وصلنا إلى مركز شرطة كنا تركمنا في غرفتين أو كذا إلى أن جاء الزاب الثانيون وقال له ابن عمي كان هو يعني متحدث جيد قال له إحنا طلاب جامعة كنا متطوعين في فلسطين وحارب ورجعنا المهم خذونا على الوزارة وأتضح بعدين أنه فعلا طلاب وأطلق صراحنا طيب أنا من بعدها كملت دراستي في مصر إلى أن تخرج من كلية الهندسة عام 59 بكالوريس في الهندسة وبعدها إخواني كانوا قبلي طبيب ومدرس ومهندس يجوا على الكويت في الخمسينات من القرن من القرن الماضي فجيت جابوني عندهم كنت متخرج جديد بقيت حوالي تسع شهور وبعدين في أخذت بعثة تدريبية من المجلس البريتساني بريتس كونسل ورحت على لندن أو منها تركتم هناك وأخذت دخلت يونيفيرسي كولوج لندن وأخذت دكتوراه في الهندسة المدنية أتخرج سنة 64 وبعدها صرت بروفسور في جامعة كندية إلى أن جئت هنا في صديق اللي الله يذكره بالخير سالم المرزوق غلي لازم تيجي عنا ولازم كذا عندنا مشاريع وكذا وجيت وبقيت لكن خلال هذه الفترة أنا أكتب مذكراتي بالإنجليزي ترجمة للإيطال الآن اسمه Mapping Maritime أحكي فيه هذه القصة كلها Mapping Maritime فخلال هذه الفترة كلها لم نتوقف طبعا عن دفاع عن فلسطين عملنا مؤتمرات كثيرة في بريطانيا وعملنا مؤتمرات في أمريكا وعام سبع وستين نكبة أخرى جديدة أنشأنا أروا American University graduates الله يرحمهم بالخير إدوارد سعيد وإبراهيم أبو لغد وأساذ هناك وكاننا نشاط على أوجه كأديدة من بين هذه الأنشطة أنشأت عام سنة 2000 في لندن Palestine Land Society Palestine Land Society أصدرت أربعمائة بحث عن فلسطين واللاجئين وحق العودة والقوانين الحرب وغير ذلك وأيضا أصدرت عدة أطالس عن فلسطين عندك واحد منها نعم أطالس فلسطين من 1917 1966 وهو من 700 صفحة وفيه سجل فلسطين في الانتداب والنكبة وبعد النكبة وهذا الأطلس صدر الآن باللغة العربية أول باللغة الإنجليزية ثم باللغة العربية ثم صدر باللغة الإسبانية والشهر هذا صدر باللغة الروسية أيضا هذا الأطلس يأرخ فلسطين قبل الثمانية وربعين صح والثمانية وربعين وما بعدها آه بعدها نعم هي المراحل المهمة اللي هي من 1917 لما قبل حرب 67 وأيضا أصدرنا أطلس اسم طريق العودة باللغة العربية والإنجليزية والعبرية يبين كل قرية فلسطين وما هي المستعمرات اللي بونت عليها وما هي الجهة الاستعمالية الصهيونية التي أخذت الأرض عنا أيضا على الكمبيوتر داتا بيس قاعدة معلومات كاملة عن كل فلسطينيين في النحاء العالم وفي فلسطين ومن أين أتوا وإنهم لاجئون الآن وعملنا خطة اسمها ريتين بلان بين كيف يمكن أن نعود و حق العودة مقدس وقانوني وممكن بزر تماما كيف ممكن أنا قاسلك هذا السؤال اليوم يقول لك مثلا الواقع أنه في دولة سمها إسرائيل فيها الكثير من اليهود وشتون اليوم أنت تقدر نرجع كعرب وفلسطينيين إلى أراضيهم نعم نعم أنا هذا الجديد في الموضوع أنه بقول لني ممكن طبعا هو ممكن لا يد أسباب هو ممكن أنه لا يمكن أن الحق يضيع مهما طالد الزمن ولكن هو ممكن أيضا لأن القانون الدولي يكفله بكل الشرائع بكل الشرائع ما في شيء ضده كان ولكن بقول أنا أنه أنا ما عملته الجديد هو دراسة ديمغرافية جغرافية اتضح لي بعد الدراسة والآن أقول لك أين تجد لمن يريد أن يقرأ هذا كله بالتفصيل وجدت أنه 88% من اليهود يعيشون فقط في 12% من ساحة إسرائيل وأنه المنطقة الباقية يوجد فيها قلة جدا من اليهود لماذا؟ لأن اليهود دائما هما يسكنون في مدن كبيرة ولا يسكنون في أراضي ريفية أو زراعية فحتى الآن 88% من ساحة إسرائيل خالية من السكان طبعا هي مشغولة أنه زرعوا فيها كيبوتسات اللي هما الشباب الآن اللي بيحاربوها هما بيحاربوها إلى الكيبوتسات المجموعة الكيبوتسات لا يزيد عن 2% من سكان إسرائيل وهي مزروعة مزروعة في كل مكان لكي تمنع عودة اللاجئين وتقول أن المكان مأهول لكنه في الواقع هو مكان للجيش الإسرائيلي معسكرات إسرائيل تدريب إسرائيل كل ما يمكن عمله لمنع عودة اللاجئين فهي من ناحية دموغرافية وجغرافية ممكنة جدا وأنا جئت من أمريكا كما قلت لك قبل أسبوعين آخر سبتمبر وبيّنت خطتي للعودة نعرف كل فلسطيني من أين جاء وأين هو موجود في أي معسكر راجئين وإيش الطريق ليسلكها وإنه أمامه أمامه لا يوجد يهود على الإطلاق طبعا إحنا نفرض أنه عسكريا هذا ممكن لكن من ناحية دموغرافية أنه هذا ممكن بسهولة المسافة يستطيع معظم سكان غزة أن يعودوا إلى دارهم ماشيا على الأقدام المسافة بين قطاع غزة والخليل الجزء الآخر المقصوص من فلسطين 30 كم يعني وشيء 30 كم من قطاع غزة تصل للقدس بسيط الآن السؤال الآخر أنه أنا كمهندس ومخطط لازم أفكر بهذه الطريقة فأنشأت أيضا قبل عشر سنوات مسابقة دولية بين طلاب العمارة الفلسطينيين سواء في فلسطين أو في الأردن أو لبنان أو في الخارج كل سنة عندها مسابقة ما هي هذه المسابقة؟ نعرض عليهم قائمة من عشر قرى فلسطينية نعطيهم تفاصيل كاملة عن هذه القرى كما كانت ونقول لهم إيش متوقع يكون عدد سكانها وأعيدوا إعمار هذه القرى المدمرة فتأتينا تفاصيل من الشباب تفاصيل خريطة إعمار كاملة حتى بعدد العمال المطلوبين وعدد أكياس الإسمنت المطلوبة وبالكامل وهذه المسابقة نعقدها في لندن في سبتمبر من كل عام والمحكمين بريطانيين أعضاء من رال إنستيتيوت بريتش آركتكس يستلموا المشاريع المقدمة كل سنة عندنا حوالي أربعين إلى خمسين مهندس على وشك التخرج يقدموا ونعطي جوازه الأولى والتانية والتالتة حتى الآن نحن الآن في السنة الثامنة من هذا المشروع مر علينا الآن 270 مهندس معماري ساهموا في أعداد خرائط لأعمار فلسطين فنحن عندنا الجغرافيا وعندنا الدمغرافيا وعندنا خطة العودة وعندنا المهندسين والعمال الذين يعني بإمكانهم إعادة الأعمار وعندنا طبعا حقنا التاريخي اللي لا نزاع فيه وعندنا أيضا للعالم الغربي أو غيره كومة من القوانين الدولية اللي تؤيد حقنا من القوانين يسموها يعني حقوق غير قابلة التصرف لا يتنقش فيها لا يتفاوط فيها يعني حقوق الإنسان وحقوق الغنون وحقوق الحرب هذه فأمل الآن كما رأى العالم العربي أن الأطفال في غزة لا يزالوا صامدين أنا بجيني مكالمات من أهلي ومن جراني في غزة قلوا لن نخرج إطلاقا هذا وطننا نموت فيه أفضل أن نموت في الصحراء وكما قلت لك في الطريق طفل في المستشفى مجروحه مكمن بالأربطة وأبوه جنبه أيضا مربوط بالأربطة يقول له لا تخاف يا أبي أنا بخير يطمن أبوه هذا المنظر الفيديو أذهل للعالم نحن شعب لا يمكن أن نقبل بغير الوطن ولذلك أريد أن أختم إذا سمحت لي بأن الشعب العربي حي كما شفت في كل الأماكن بجيني اتصالات من شباب في اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي فاكستان وفي غيرها قلوا افتحوا لنا باب التطوع نحن نذهب لإنقاذ فلسطين والقدس من التدمير والاحتلال والإجرام الإجرام غير مشهود وهذا الإجرام للأسف لا تزال الدول الاستعمارية نفسها تشنوا علينا حربا صليبيتين جديدة لا أشك في ذلك هما نفس الناس نفس الناس أضيف أنا أنه الشعب العربي كما قلت قلبه طبعا مع الوطن هذا شيء لا عندما توجد الدموقراطية في بلد عربي تجد الشعب والحكومة نفس الصوت وهذا من حسن الحظ كلامنا نتكلم كلام علمي قانوني هذا موجود في الكويت الكويت تدعم فلسطين قلبا وقالبا لأن أهلها عرب يشعرون بعروبتهم وحميتهم على الوطن العربي وعلى القدس وعلى المقدسات وإذا انقسم ما كناك فاصل بين الحكام وبين شعبهم يعني الحاكم يعمل كما يريد يريد المحافظة على عرشه والشعب في وادي آخر وليس له صوت هنا يبدأ دور المطبعين ولكن الآن أعتقد أن هؤلاء المطبعين في خزي من شعبهم عندما يرون طفل يقول له أبوه في المستشفى وكلها مضمض يقول له ما تخاف يا أبي أنا بخير أنا بخير عندما يرون هذه المظاهر عندما اليوم قبل أن تأتي إلي مدير مستشفى الكويت في رفح يقول أنا باقي وطبائي وقباقيين مع المرضى في المستشفى والمجروحين ولن نتركهم لو انقلب الأسقف على رأسنا لو وقع الأسقف على رأسنا هذا شعب لا يمكن أن يهزم ولكن نريد أن نعينه على النصر بكل الوسال بالفعل والقول وأشكرك على التضافة أنا بس عندي سؤال آخر ختامي علشان نقدر ننهي من صوب نحن حتى نحن تكلم عن النكبة الأولى في 48 حصلت نكبة ثانية في 67 هل اليوم محاولة لنكبة ثالثة عن طريق غزة تعتقد برأيك؟ أنا أعتقد هذا وارد جدا وأن هذا جزء من المخطط الصهيوني كل مرة يستطيعون الحصول على مغانم كبيرة من العالم العربي أو من فلسطين بالذات 80% في النكبة ثم 67% أخذوا 100% الآن يريدون مشح فلسطين وأيضا إلغاء أي دور عربي على الإطلاق يعني أصبح لم يعد مجازا استلاهم على الضفة الغربية ويريدون تدمير الفلسطينيين في غزة تدمير أنا أقصد تدمير ركام أنهم يريدونها خالية من الشعب كما قالوا للأوروبيين قبل 100 عام يريدونها وبعد ذلك حيحاولون طبعا بالمقولة الإجرامية قبول الأمر الواقع يقولون له أقبلوا بالأمر الواقع هل الأمر الواقع جريمة؟ هل الأمر الواقع أنك تذبح شعب؟ هل الأمر الواقع أنك أنت تقتل قلب العالم العربي؟ هل الأمر الواقع أنك أنت نكبة بدأت 75 عاما أنها تستمر؟ كيف يمكن أن يقبل ذلك؟ هما سيحاولون لا شك ولكن أنا أملي في الشعب العربي وأملي أيضا في الرأي العام الشعبي الشعبي وليس الرسمي في أوروبا وأمريكا لما بشوفهم أنا باستمرار وأنا أعوض في أكثر من مؤسسة في أوروبا وفي أمريكا نحو هذا يجد أن هذا العالم الغربي المتنور قد تعدى حاجز الخوف لا أقول أبدا أنه وصل إلى أن يكون قوة فعالة ولكن مثلا يتصل فيه كثير من اليهود اللي هم يقولون أنهم لا يؤمنون بالصهيونية فيه واحد يسمه بيتر بينارد يهودي أمريكي له متابعين بالمليون أو اتنين تصل فيه قبل فترة مرتين منها الأسبوع الماضي يقول كيف يمكن تطبيق حق العودة بدون قتل اليهود هم يرون أنه عندما نعود سننتقم منهم وبالتالي سنذبحهم كما ذبحونا أنا أقول لا أنا أقول الجريمة التي وقت علينا من الصهيونية كل يهودي غير صهيوني هو يهودي يؤمن باليهودية زي أي شخص آخر وبالتالي أنا في خطتي هذه أقول شرط العودة هو إزالة الصهيونية لأنها هي أم الجرائم هي أم الجرائم لكن يهودي مثل الأصدقاء اللي بتعاون معي وهو ضد الصهيونية يعني لا يغبر عليك أي واحد بأي جنسية بأي دين بأي دين آخر لكن كونك أنت تقول أني أنا صهيوني معناه أنك تقول أنا مبدأي وهدفي أن أذبحك وأخذ بيتك ولا يمكن أن أقبل إلا أنت تموت وأنا أعيش فهل الصهيونيين هم الإرهابين الحقيقين؟ هم أصلا اخترعوا الإرهاب هم الذين عاشوا طول عمرهم على الإرهاب لأنه لا يتوجد لهم أساس لا قانوني ولا أخلاقي ولا أي شيء من آخر هما أنا كتبت مقال قلت هؤلاء اليهود الصهيوني اللي هما بيقولوا إحنا ضحايا الهولوكوست قلت إذا أنتم ضحايا أوروبا التي خلطت منكم ضحايا فأنتم إذن جبناء لماذا؟ إذا كنت أنت شجاع أعمل زي الفلسطيني يحارب من يحاربه اذهبوا إلى هؤلاء في أوروبا الألمان وغيرهم الذين عملوا فيكم فضائع تاريخ طويل يعني تحاربونهم تحاربوا من عمل لكم المذابح لماذا تذهبون إلى بلد آخر لم تروا ولا تعرفون عنه وتذبحوا ناس بريئين لم يعملوا لكم شيء هذا غاية الجبن أنتم جبناء أنا قلت لأيوري أفنر اللي كان هو مشهور جدا قلتم أنتم جبناء واليوم كتبت مقال قلت لأبلينكين إنك أنت جبان ويقول أنا لست فقط وزير خارجة أمريكا أنا حفيد يهودي نجا من القتل فقلت له إذا كنت أنت تريد أن تكون هذا اليهودي فإنت إذن جبان لأنك تأتي إلى فلسطين تذبح أهلا لماذا لا تذهب إلى من هددوا جدك بالقتل وتحاربهم لماذا تحارب ناس لم تراهم ولا تعرفهم في بلاد أخرى وتريد أن تقتلهم وتمحيهم من الرجود وتمنعهم حتى في أوروبا أمريكا ممنوع أنك أنت تنتقد إسرائيل هذا هو الجبن ولذلك طبيعة الصهيونية ووجودها في أوروبا مخلوق غير عادي مخلوق غير طبيعي أنا لا أعتقد أنه يستمر أبدا أنا أعيد الكلمة اليهودي ليس عندي مشكلة معها والدليل أنه كما قلت في مؤسسات في بريطانيا وفي أمريكا يقول يهود ضد الصهيونية يهود من أجل العودة اليهودي في محاضراتي لما يقولوا كيف يتطلع اليهود من فلسطين وكذا يقولهم لماذا لا يعيش اليهود في فلسطين مثل ما يعيشون في جولدرس جرين في لندن هناك ضحية يهودية كبرى هل ذبحوا الإنجليز وأخذوا بيوتهم وعملوا عليهم مجازر ولا عاشوا كمواطنين عاديين تحت خضوع البوليس البريطاني والبلدية البريطانية والشوارع البريطانية لماذا لا يعيشون في فلسطين مثل هذا أما الصهيوني يقول أنت تموت وأنا أعيش وهذه القاعدة لا يمكن أن تستمر لأنه في النهاية لو بقي عندنا عشر فلسطينيين عندنا أربعمائة مليون عربي عندنا اثنين مليار مسلم عندنا الآن جيش غير منظور من الحرارة العالم فلا يمكن أن نستمر ذلك المهم أن لا ينقلب زعماء العرب إلى مساعدين للصهيونية إما بالتطبيع وإما بالخضوع وإما بالسكوت حتى هذا هو المطلوب وهذا واجبكم أنتم كشباب تنوروا العالم والحمد لله في الكويت هذه الإمكانية غير موجودة على الإطلاق حكومة وشعبا موقفه رائع جدا وأنا أعرفه شخصيا يعني من ستينات قرن الماضي فلكن المفروض على الشعوب العربية الأخرى إذا حاول أحدهم حكامهم أن يبيعوا قضية فلسطين قضية العرب والإسلام وغير ذلك من أجل بقائهم على عروشهم فهذه ليست خيانة فقط هذا إنكار الإنسانية بالكامل وإن شاء الله ما يصير هذا الكلام إن شاء الله ما يصير والدليل على ذلك وجودكم أنتم الشباب بهذا البرنامج أنت الخير والبركة جميل جدا يعني أنا في الطريق متكلم معاك في السيارة وسعيد بالروح الطيبة يعني كأن كلامك أقول إحنا روحنا وقلبنا مع فلسطين البطن العربي بس نريد معلومة تثبت ذلك فأرجو أن أعطيناك ما يكفي من المعلمة أكثر من ما تتخيل فتنا وايد ونورت نوايد مشكور على وجودك دكتور مشكور على ثقتك شكر لك جدا وممتن جدا على هذه التجربة شكرا دكتور ونشوفك إن شاء الله على خير في شواب زيكم من الدنيا العالم العربي بخير إن شاء الله بإذن الله على خير مع السلامة